مع انتهاء الحرب في ليبيا عام 2011 شهد الوضع السياسي في البلاد اضطرابات مستمرة والتواصع نفوذ تنظيمات الإرهابية المتطرفة في عموم البلاد ووفقا لتقارير وسائل العلام المحلية فقد بلغ عدد عناصر تنظيمات المتطرفة في متنة سارت الواقع شرقا ومتنة سبراطا الواقع غربا بضعة ألاف مما يشكل تهديدا خطيرا على الوضع الأمني في ليبيا وقال رئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستتخذ مزيدا من الإجراءات لضرب تنظيمات المتطرفة في ليبيا قال أوباما في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع حلفائها لحد من توسيع نفوذ التنظيمات المتطرفة في ليبيا كما ستواصل عملياتها ضد أهداف محددة داخل ليبيا سنواصل عملياتنا لضرب أهداف محددة تابعة لتنظيمات المتطرفة ونكون بتعاون مع خلفائنا لرحد من توسيع نفوذ التنظيمات المتطرفة في ليبيا كما قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر ان التنظيمات المتطرفة تعمل حاليا على انشاء قواعد تدريب وتقوم بتجنيد المسلحين الأجانب وأن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب